السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة حلقة سريعة رح نحكي فيها عن موضوع العقارات بتركيا الأشخاص اللي عم يفكروا يشتروا عقارات بتركيا رح نحكي عن الأسباب اللي عالم عم تشتري العقارات فيها كيف منحسن نلقي العقار المناسب وغيره من المواضيع رقم واحد عنا الأشخاص عم تنتقل على تركيا مشان موضوع الجامعات لأبناء أو مشان مجرد الانتقال العيش يعني ضمن تركيا أو مشان موضوع الجنسية التركية يمكن بعضكم سمع فيه وللي ما سمع فيه بنرجع من عيده الحكومة التركية بتمنح الجنسية لأي شخص بيشتري عقار بمبلغ 250 ألف دولار وبيمنع عن بيع العقار لمدة ثلاثة سنوات يعني ما بيبيع العقار لمدة هاي المدة طبعا هو الجنسية رح ياخدها من بداية شراء العقار يعني حيتبدأ المعاملة فيها لكن العقار شرط أساسي أنه ما ينبع لمدة ثلاثة سنوات إذا كنت عم تبحث عن شراء عقار في تركيا أو في اسطنبول شوية مصائح مهمة لإلك إذا معك مبلغ 250 ألف دولار وحابب تشتري فيهم عقار بس مش موضوع جنسية أو حضرتك ما يسور الحال يعني بالمادة ما عندك مشكلة فبنصحك أنك تشتري عقار تجاري ليش العقار التجاري؟ العقار العادي أنك أنت تشتري مجرد بيت عادي وتم منع من بيعه لمدة ثلاثة سنين بهذا المبلغ أنت متل جمدة مصاريك لمدة ثلاثة سنين بدون ما تستفاد أي شيء بينما العقار التجاري عم يجب لك عائد مادي شهري كل شهر بأقل تقدير من ستة آلاف ليرا تركية إلى 12 ألف ليرا تركية يعني بدك تحكي تقريبا من ألف دولار أو أكتر من ألف دولار بشوي لألفين دولار هذا عائد شهري طب إذا أنت اشتريت العقار ومنعت من بيعه أجاك كل شهر هذا المبلغ اللي هو لح نحكي متوسط الرقم هو 1500 دولار 1500 دولار عم يجوك شهريا أنت قادر بهذا المصاري أنك ترجع سعر العقار بعد مدة من السنوات يعني أنت حتكون مستفيد أكتر غير بموضوع الجنسية كمان حتكون مستفيد بالمصاري اللي عترجع لك كمان في نقطة ثانية أنت مو شرط تشتري عقار واحد بهذا الرقم مشان تحصل على الجنسية فيك تشتري أكتر من عقار لكن المبلغ يساوي هذا الرقم أو أكتر يعني إذا أنت ميسور الحال وحابب تسكن مو بس تشتري العقار الجنسية فيك تشتري عقار صغير بمبلغ مثلا 40 ألف دولار 50 ألف دولار 60 ألف دولار هذا للسكن وتشتري العقار الثاني بتكملة الرقم لـ 250 ألف دولار أو أكتر على حسب ما أنت ميسور الحال وتخلي العقار الأساسي هو العقار التجاري من شان تقدر تستفاد من الأجار المادي طبعا هاد العائد المادي كيف رح يجيك هاد العقار اللي اشتريته أنتك ممكن يكون مؤجر جاهز لشركة كبيرة أو شركة صغيرة لكن هي موجودة فيه وكانت بعقد مع الشركة اللي اشتريت منها مثلا بتأجير لمدة سنة سنتين ثلاث سنين عشر سنين أو على حسب الاتفاق اللي بيناتهم أنه يعطيك هاد العائد المادي فهاد الأجار بدل ما يرجع للشركة رح يرجع لإلك لأنك انت صرت متملك العقار رقم اثنين إذا أنت مهتم بالجائلة تركية فقط منشان تعيش بتركيا ما لك مهتم بموضوع الجنسية مشان مثلا أبنائك تسجلهم بالجامعات أو مجرد أنك تعيش هون لأنك بتحب البلد أو غيرها من الأمور فما في دعاك تشتري عقار بهذا الرقم فيك تشتري العقار بحاجتك طبعا الأسعار بتبتدي تقريبا من 35 ألف دولار هو أقل رقم العقار وبيختلف الرقم على حسب المكان اللي اشتريت فيه يعني إذا أنت ما بتعرف تركيا موجاي لهون قبل وخطر بالك أنك أنت تجيش تعيش هون ولقيت الأسعار 35 ألف دولار فسقط أماما أنه 35 ألف دولار أو 50 ألف دولار أو 100 ألف دولار ما راح تخليك تسكن من منطقة سياحية مثلا مثل تقسيم شيشلي بشكتاش أورتاكوي هدول مناطق سياحية كتير أشخاص بتسأل عن هاي المناطق بهذا الرقم لا هذا الرقم بيكون لمناطق بعيدة عن تقسيم بمبلغ تقريبا فينا نقول 70 كيلومتر أو 50 كيلومتر أقل تقدير طبعا 50 كيلومتر هو بالنسبة للبلدان العربية لأن المساحات الصغيرة فيها هو رقم كتير كبير لكن ضمن إسطنبول منطقة كاملة حيوية يعني 100 كيلومتر أنت بتروح وبتلاقي حالك لساتك ضمن مدينة الأرياف كتير بعيدة عن إسطنبول فوين ما شتريت هو منطقة حلوة ورائعة مثل الجمال اللي عم تشوفوه حاليا بالفيديو هاد حتى بأبعد المناطق والأرخص المناطق اللي تشتروا فيها شوية نصائح كمان نحكي عنا إذا اشتريت العقار وعندك شغل ضمن إسطنبول أو مثلا بدك تسجل بجامعة أو أي شيء تاني يفضل أنه يكون العقار أريب على جامعتك أريب على مكان عملك أو أريب على المواصلات الرئيسية أقل ما يمكن ليش؟ لأنه المسافات بعيدة هون وهذا الشي رح يأثر على يعني ياخد وقت منك مثلا نفترض أني أنا ساكن ببيلوك دوزو وشغلي أريب من تقسيم فبيلوك دوزو لتقسيم في عندي لا يقل عن ساعة وربع بالمواصلات السريعة المواصلات السريعة هي مثل السكك الحديدية أو الميتروبوس الميتروبوس هو اللي بيمشي بخط لحاله عبارة عن باصين موصولين بعض وبيمشي على خط لحاله في عندي لا يقل عن ساعة وربع مواصلات طب أنا هي الساعة وربع الصبحيات بدي روحها على شغلي أو على جامعتي والمساويات نفس الشي. طب اركي انا مخلص شغل مسلا ساعة سبعة المسا. انا مضطر اني اتحمل كمان ساعة وربع هاي اذا ما في ازمة مواصلات ما في اي شي. فيفضل انك تاخد عقار قريب من يعني شغلك او جامعتك او الشي المهتم في حضرتك. هاي رقم واحد. رقم اثنين دائما المناطق اللي بتكون قريبة من المواصلات بتكون اقمن وافضل للعيش فيها. يعني اذا كنت انت خارج تركيا يمكن بتسمع شوي عن موضوع مشاكل هون. لا البلد امنة وما فيها اي شي نهائيا. فقط نحكي انه كل ما بعث عن الشوارع الرئيسية بتكون المنطقة زاد طابع اا ما فيني الا كريفي لانه ما في مناطق ريفية هون. شوي مناطق يعني عاداتها قديمة شوي زغيرة. يعني بتكون وصلت لكم الفكرة انه ما عم بحكي عن العادات نفسها او تقاليد او الشعب اللي عايش فيها. لا بس ممكن تلاقي مسلا منطقة اهلها بيحبو انه فقط لسكان المحليين. مناطق تانية بتلاقي اهلها متعاودين من كتر الاجانب شوفوهم متعاودين على الاجانب الموجودين. مثل منطقة كبيروك دوزو. منطقة مثلا كل الاشخاص من اي جنسية بيحسنيسكم فيها لانه هي منطقة متعاودين كتير على الاجانب من كل الجنسيات العربية او الاجنبية. مثلا اذا عم تسألني عن شو المناطق اللي ما خرج اشتري العقار فيها. اذا بتحكيلي عن اسنيورت لكن في الداخل الداخل. اسنيورت نصها جيدة جدا وفيها عقارات رائعة. وبخلال السنتين الماضية تم انشاء اه يعني الكثير من المجمعات السكنية الراقية جدا فيها وهدول ما فيهم اي مشاكل نهائيا. انا عم بحكي عن خارج المجمعات وجوها. شو الفرق بين المجمع والفرق بين المناطق العادية. المجمع انك انت يكون عندك عدة ابنية مسورين بصور خارجي مع حماية وبنفس الوقت كمان في عندك حديقة خاصة بالمجمع يعني انت بتأمن على اطفالك ينزلوا اه يلعبوا ضمن الحديقة هاي اه ممكن يكون في مسبح في نادي رياضي جيم اه في حرق في حراس مثلا موضوع اه القمامة يعني كتير امور تسهيلات فيها وبنفس الوقت في خدمات عامة لهذا الشيء. اللي بيفرق معنا انه احنا هندفع شوية عائدات شهرية اللي هي الخدمات مثل اخراج القمامة مثل الجيم والمسبح. لكن عائدات بسيطة بتتراوح دائما بين 50 ليرة ل 250 ليرة لاغلى مجمع سكني بعيد عن المناطق السياحية. المناطق السياحية ممكن توصل ال 450 ليرة تركية. طبعا نقطة مهمة لازم فسرها كمان كتير اللي هي اذا انت بدك تشتري عقار وحابب او ممكن بعد فترة انك تبيعه ممكن بعد سنين ممكن بعد فترة صغيرة مثلا ما تتأقلم مع العقار ممكن حبيت ترجع تنتقل لمكان تاني وحبيت تبيعه. بعض العقارات سعره بيضل متل ما هو او ممكن حتى سعره ينخفض وبعض العقارات سعره بيرتفع. كيف نعرف العقار سعره بيرتفع? قرب العقار من المناطق الخدمية وقرب من المواصلات العامة او المواصلات السريعة. الابنية الحديثة او المجمعات الحديثة هدول كلهاتهم غالبا بيرتفع سعر العقار ما بينزل. العقارات اللي مخفية صايرة بعيدة عن المواصلات العامة وعن المناطق الخدمية وغيرهم من الامور التانية والقديمة يعني مو بس انه تكون بعيدة ممكن تكون بعيدة لكن حلوة وبعد فترة تتنظم المنطقة. لكن كمان بعيدة وقديمة. كيف قديمة? هاد العقار مثلا هاد البناء في اكتر من خمسمائة اه منزل وخالصين كلياتهم والعقار عمره اكتر من عشر سنين او عمره اكتر من خمس سنين لورا. وبهالخمس سنين اللي من وقت ما بلش العقار لحد اليوم ما صار في اي تغيير بالمنطقة يعني ما انفتح حديقة جديدة ما انفتح مؤسسة حكومية ما انفتح مثلا مدارس او اي شي تاني. فهون هذا العقار ضل بنفس الحالة تبعه ممكن سعره يضل او ممكن حتى السعر ينخفض. بنسأل عن سيط العقار شو هو? طبعا اذا في عنكن اي سؤال او استفسار عن موضوع العقارات عن موضوع المناطق. عن موضوع المناطق الشراء او المجمعات السكنية نفسها حابين انه تستفسروا عنها. بد عنكن اي سؤال تركوا ليه بالتعليقات ان شاء الله وبجاوب عليكم باسرع وقت ممكن. وكمان رحط لكم روابط التواصل معي لحتى كون تقدر جاوب على اي سؤال او استفسار من اللي بدريديو حضرتكم. مو بس عن موضوع عقار تأسيس شركات عقار وغير من الامور. واحدة من الامور كمان بدي احكي فيهم انه كمان في بعض الشركات فقط عم متسوق للشي اللي عنده لكن ما بتنصحك بالامور الصحيحة. فانت كمان لازم تبحس شوي لحالك عن هذا الموضوع. وكمان لما تبحس لحالك مو يعني تروح تتواصل مع الشركة تانية وتسألها لانه كل شركة راح تكون منافسة للشركة التانية وراح تصير تعطيك انه هديك الشركة سيئة تعال عندي وبتعرفوا هذا الموضوع المنافسة موجود بأي عمل مو فقط بالعقارات. موضوع ليش دائما نحاول نشوف اكتر شخص يعني واضح معنى بالكلام نؤمن نشتري منه. واضح معنى لانه انت لما تشتري العقار فقط اشتريت العقار وانتهيت. يعني انا دفعت المصاري مثلا بدي منك خمسين الف دولار ودفعت خمسين الف دولار واشتريت العقار وانتهى. متل ما بتعرف لحتى تتملك العقار في شي اسمه طابو. فانا لازم اسأل الشركة. مسلا هادا العقار في طابو ولا لا? امتى بستلم الطابو طبع العقار? شو في امور تانية مهمة لازم اعرفها. يعني مسلا فيه نسبة بتاخدها الحكومة للأسف ما لي متأكد منها حاليا بس هي تتراوح بين 12 ل 15 بالمية على العقار هاي خاصة بالحكومة. في عندك ازا كنت اه شاربي مجمع سكني مو ببناء خاص. والاغلب هلا عم يشتري بمجمعات سكنية. مجمعات سكنية كمان فيه نسبة بياخدها لكن هي نسبة جدا بسيطة يعني بالالفات فقط مشان يفتح لك موضوع الكهرباء عداد الكهرباء عداد الغاز عداد المي والانترنت هادول مبالغ اساسية. مسلا ازا كنت عم تشتري تقسيط مبلغ تقسيط قديش اقل دفعة لازم ادفعها انا لحتى استلم مفتاح الشقة. مسلا اغلب الشركات بتحط لك نسبة بين ثلاثين لخمسة وثلاثين بالمية لانه تسلبك مفتاح الشقة لكن ما بتعطيك الطابو تبع البيت لحتى تكمل كامل الرقم اللي عليك. شو يعني انك تستلم مفتاح البيت? يعني انه هادا البيت صار ملكك صار فيك تسكن باي لحظة بدك ياها لكن انت ما حتستلم يعني الطابو تبع البيت انه صار باسمك بشكل كامل لتدفع كامل من الرقم اللي عليك. شلون انا بعرف حالي انه ما في مخاطرة بهذا الشي راح تكون مستلم ايصالات بكل شي مصاري دفعتها وهي بالايصال موضح مقابل شو انت دفعت هالمصاري. يعني ما تخاف من موضوع مثلا انا دفعت لون خمسة وثلاثين بالمية من سعر العقار لو نفترض انه الرقم خمسة وثلاثين الف دولار اه هو الدفع الاولى دفعتها. وانا لسا بقعان علي لكمل المية الف دولار. طيب انا بركي اخدوا مني هذا الرقم بعدين ما عطوني ايشي. لأ انت حتكون مستلم كافة الدفعات اللي دفعتها بايصال. اه طبعا كل شي منصق عن طريق البنك. فهو موضوع غير قابل للتحايل نهائيا. هيك ما نكون خلصنا بشكل سريع عن بعض النصائح اللي بتخصي العقارات. بالنسبة لبقى لكل الجنسيات الشرح اللي حكيناها هلأ هو لكافة الجنسيات لكن بالنسبة للجنسية السورية تحديدا عندي خبر غير صار لالك اللي هو اذا كنت بدك تتملك عقار فانت غير اه يعني ما بتقدر تتملك عقار بتركيا. الجنسية سوريا للأسف ما بتقدر تتملك. وموضوع تاني اذا كنت كمان دك تتملك من شان الجنسية فكمان ما بتقدر. لا انك تتملك ولا انك تاخد الجنسية الا لا تطبق شرط واحد. الشرط هو انك تفتح اه شركة ضمن تركيا. تفتح شركة يعني سجل تجاري او تأسس شركة عن طريق غرف التجارة. وليس معناته انه روح افتح شركة كبيرة وبناء ومن هالأمور هاي. كيف تفتح الشركة شو الامور اللي مترتبة علي. الامور اللي ضمن اه فتح الشركة والامور اللي بديها عند اغلاق الشركة بحال اضطريت لاغلقها. كافة النصائح اللي مستحيلة تلاقي هي على الانترنت. ذكرتها بفيديو سابق موجود على القناة باسم تأسيس الشركات في تركيا. فيك تبحث عنه وتشوف الامور اللي بتهمك فيه. طبعا الفيديو كمان حكيت فيه عن كل الجنسيات لكن عن الجنسية السورية فقط اه موضوع التملك بالنسبة للعقارات. فكل الجنسيات فيهم يشوفوا هداك الفيديو كمان اذا كانوا مهتمين بموضوع تأسيس الشركات ضمن تركيا. يعني اذا عنكن اي سؤال او استفسار عن موضوع العقارات. الاماكن. مسلا انه وين المكان المنيح اللي فيني يسكن فيه. بالميزانية هاي. الموجودة عندي. اذا في عنكن اي اسئلة من هذا الشي. فيكن تتواصلوا معي عن طريق التعليقات. وانا جوابكم ان شاء الله باسرع وقت. او فيكن تتواصلوا على رابط الواتس ابي رحط لكم اياها اسفل الفيديو. شكرا كتير للمشاهدة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وفي امان الله.